اشتركوا في القناة وعيدة الجائزة الأذبية التي ضلت لسنوات طوال حكراً على الأذباء والمفكرين منذ نشأتها عام 1901 اللجنة اختارت ديلان لأنه شاعر عظيم ضمن التقليد الشعري للناطقين بالانجليزية ولخلقه تعبيرات شعرية جديدة ضمن التراط الغنائي الأمريكي وفيما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فوز ديلان بنوبل للأذاب بردود فعل تراوحت بين التصديق والتكذيب تأخرت ردة فعل ديلان نفسه الذي أكد متابعون عدم اهتمامه لأنه دو شخصية عميقة بسيطة تكره ولا تحفل بالتكريم ديلان الذي اعتبر بشعره المؤثر صوت جيل بأكمله بدءا من الستينات فما بعدها استعار اسمه من الشاعر ديلان توماس في حين أن اسمه الأصلي هو روبرت آلين سيمامان ولد عام 1941 وبدأ مسيرته الموسيقية عام 1959 بالعزف في مقافي ولاية منسوتا لتتوالى مسيرته الفنية التي حصد من خلالها 11 جائزة جرامي فضلا عن جائزة جولدن جلوب وجائزة أوسكار في العام 2001 كما تلقى وسام الحرية الرئاسية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مايو 2012 زينب خرفاتي العربية